موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت سامسونج تؤكد إطلاق النسخة المعدلة من جالكسي نوت 7 أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها ستعرض النسخة المعدلة من الهاتف الذقيي جالكسي نوت 7 للبيع هذا الأسبوع بعد الإحراج الذي تسبب به سحب كل الهواتف من هذا الطراز من العالم العام الماضي بسبب مخاطر انفجار البطارية وقالت سامسونج أن الهواتف المعدلة المصنوعة من أجهزة نوت 7 مجهزة ببطارية جديدة صحيفة الوسط البحرينية عنوانت سوني تعلن عن نهاية بلاي ستيشن 3 أعلنت الشركة اليابانية سوني رسميا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن وقف تصنيع منصتها المنزلية للألعاب بلاي ستيشن 3 وكانت بلاي ستيشن 3 واحدة من أنجح منصات سوني التي أطلقتها في أواخر العام 2006 وتستعد الشركة لإصدار النسخة الخامسة من هذه المنصة ربما السنة القادمة إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت قريبا يمكنك شحن هاتفك أربع مرات فقط في العام سيتمكن مستخدمي الهواتف الذكية من تقليص عدد مرات إعادة شحن بطارياتها بنسبة خيالية حيث قد لا يحتاجون إلى شحنها إلا أربع مرات فقط طوال العام تقارير إخبارية أكدت أنه تم مؤخرا ابتكار مادة جديدة يمكن استخدامها في صناعة بطاريات الهواتف ستسهم في تمديد عمر البطارية كما لم يحدث من قبل صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانات واتس أب تضيف ميزة الوضع الليلي لتحسين جودة الصور في الإضاءة المنخفضة كشف تقرير جديد أن خدمة التراصل الفوري تستعد لتوفير ميزة جديدة لمستخدميها وهي الوضع الليلي نايت مود الميزة الجديدة تعمل مع واجهة المستخدم للكاميرا لتعزيز جودة الصور التي التقطت في ظروف إضاءة منخفضة وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت أول مسعد في العالم يعمل بالدفع المغناطيسي تمكن خبراء من تصميم مسعد مميز قد يغير مفاهيم استخدام المصاعد في العالم وحول الفكرة الجديدة قال الخبراء أن المسعد الفريد يعتمد نظام الحركة الأفقية والعمودية وصمم خصيصا ليعمل دون كوابل بالاعتماد على منظومة مغناطيسية خاصة تشبه تلك التي تحرك القطارات المغناطيسية